ترسو جالاكسي ليدر مقابل سواحل الحديدة اليمنية في مياه يبعث هدوءها قلق المصائر الغامضة وهي لدى جماعة احترفت إذلال السفن فتراودها هواجس صافر سفينة النفط التي أسرت سنوات ثمانياً في مرساً ليس ببعيد عن جالاكسي ليدر السفينة التي استولى عليها الحوثيون في التاسع عشر من نوفمبر وهي في طريقها من تركيا إلى الهند مملكة لرجل أعمال إسرائيلي وتحمل على متنها طاقماً مكوناً من خمسة وعشرين فرداً أدرجت قضيتها في بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع حول الأوضاع في غزة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي دعت الحوثيين إلى الإفراج عن طاقم السفينة ودعا بيان المجموعة الحوثيين لأن يقفوا فوراً هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لموارات الشحن الدولية والسفن التجارية الاستلاء على غالكسي ليدر من قبل الحوثيين جاء وفق ما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة كما حصلت الأسبوع الماضي محاولة استلاء على سفينة سنترل بارك التجارية في خليج عدن لكن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر استجابت لنداء الاستغاثة ومنعت احتجاز السفينة ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وأصرارهم على طوريط الممرات البحرية الدولية في صراعات المنطقة يزيد من فرص التدخل الدولي لما لهذه الممرات من أهمية اقتصادية وجيوسياسية عالمية ترجمة نانسي قنقر